شاهد آخر ظهور للفنان السوري قاسم ملحو مع بناته الجميلات ومع زوجته الفنان السورية أمال سعد الدين أهلا بكم أعزائي المشاهدين وكل عام وأنتم بخير انتخذ الفنان السوري قاسم ملحو علاقة الوسط الفني ببعضه والتي تحولت إلى نرجسية كبيرة تتضارب فيها المصالح لتطفل مصلحة الشخصية على المصلحة الفنية الهادفة لتطوير المجتمع بحسب وصفه كما انتقد في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك العلاقة التي تحولت بين صناع دراما السورية إلى علاقة قائمة على أساس المحبة لقاء المدح والكره مقابل النقد وعرب ملحو أيضا عن أسفه الشديد نظير ما يحصل في الوسط الفني من تناقضات متفاوتة المستويات في وصف الممثل الذي يعتبر نفسه وشخصيته أهم من الكادر درامي بأكمله ربما نتيجة شهرته التي تدفع في نهاية المطاف إلى رفع القيمة التسويقية للعمل الدرامي في وسائل الإعلام الفنان السوري قاسم ملحو مع زوجته وبناته قاسم ملحو مع زوجته الفنانة أمال سعد الدين وبناته الفنان أمال سعد الدين زوجة الفنان السوري قاسم ملحو والفنان قاسم ملحو متزوج من الممثلة السورية أمال سعد الدين التي كانت من دفعته في المعهد العالي للفنون المسرحية وعلى ذلك علق في لقاء قديم هناك أناس يعتقدون لأنني أجسد الأدوار القاسية والشريرة أنني هكذا في منزلي ويضيف لذلك عزلت زوجتي وحولتها لسيدة منزل فقط وهذا طبعا غير صحية فهي مقلة في أعمالها لأنها لا ترضى أن تشارك في أي عمل ويذكر أن قاسم ملحو من مدينة منبج بري في حلب وكان قد نشر قبل عدة سنوات تسجيل فيديو يظهر منزله المدمر بفعل المعارك التي حصلت في تلك المنطقة وقد كان أول دور تلفزيوني له في مسلسل تلد الرماد عام 97 مع المخرج نجدة أنزور وشارك في العام نفسه في مسلسلات هوى بحري والعوسج والموت القادم إلى الشرق بعدها قدم قاسم ملحو لدراما تلفزيونية ما يقارب مئة عمل منها خان الحرير عام 98 ورمح النار والفوارس وتلك الأيام عام 99 والخوالي عام 2000 وتمر حنة عام 2001 وعمر الخيام عام 2002 وحمام القشاني وسيف بن ذي يازن عام 2003 وعذراء الجبل والطريق إلى كابل عام 2004 والظاهر بيبرس والطريق الوعر وحكاية وخفايا وخلف القطبان عام 2005 وغزدان في غابة الذئاب وأسياد المال والانتظار عام 2006 وعنطرة وحوش العيلة وزمن الخوف عام 2007 والخط الأحمر وباب المقام عام 2008 وفنجان الدم وطريق النحل وصفرة الحجارة وقلبي معكم عام 2009 وبعد السقوط ولعنة الطين والبقعة السوداء والدبور عام 2010 والولادة من الخاصر والمفتاح عام 2011 وعمر وإمام الفقهاء عام 2012 وقمر الشام عام 2013 وضب الشناتي وبواب الريح عام 2014 ودمسكو عام 2015 والطواريد وعطر الشام بأرزائه الأربعة بدءا من عام 2016 والإمام عام 2017 ورزنا عام 2018 وباب الحارة بموسمه العاشر إضافة إلى أربعة أرزاء من السلسلة الكوميدية بقعة ضوء ويذكر الفنان قاسم ملحو في أحد لقاءاته المطبات التي وقع فيها وتعلم منها بسبب نشأته بين أهالي الحي الشعبي الطيبين والعفويين قائلا في حفلة التخرج اشتبكت بالأيدي مع صديقي وأخي النجم باسم يخور وأبن دفعتي هذه الحادثة أذتني طبعا ويتابع قاسم وصفت بأنني عدواني وأزعر ثم خسرت أعمالا كثيرة عرضت علي لأنني سعيت إلى طلب أجر عال بسبب تصديقي أكاذيب بعض الممثلين في شأن أجورهم ويضيف خسرت أعمالا أخرى لأني رغبت في ترسيد أدوار مغايرة عن تلك التي عرضت علي ولا يشعر الفنان قاسم ملحو بالحرج من القول نعم باسم يخور نجم وأنا لست كذلك ويذكر أن الفنان السوري قاسم ملحو كان هو الممثل المرشح لأداء دور الهملالي في مسلسل ضيعة ضائعة إلا أنه اعتذر عن التصوير قبل أيام فتم الاستعانة بالممثل جمال العلي ليؤدي الدور وقد ولد الفنان قاسم ملحو في حلف الخامس من فبراير عام 68 وبعد نيله شاهدة الثانوية توجه إلى دمشق والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية واستقر في العاصمة السورية دمشق منذ دخوله المعهد عام 89 فتخرج من المعهد قسم التمثيل في عام 93 وبعد عام من التخرج عمل في دولة قطر كمخرج مسرحي لصالح وزارة التربية والتعليم ومكث هناك مدة عام كامل ثم عاد إلى سوريا لتبدأ رحلته مع المسرح القومي وفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية وشارك بعدة مسرحيات نالت بعضها جوائز عديدة في مهرجنات عربية ودولية وقد أثبت الفنان السوري قاسم ملحه أنه من غير الممكن إيجاد دور واحد يجسده من دون بصمته الخاصة والحقيقية إنه ممثل مجتهد ومتميز يعطي كل ما يملك وينتظر التقدير وقد حصل عليه من المشاهدين ولم يحصل عليه من المخرجين ويرى أن الإعلام لم يظلمه رغم اعترافه أن الإعلام العربي يلاحق الفنان الذي يحظى بمتابعة المراهقات وعبر الأعمال الدرامية التي شارك فيها في السنوات الماضية برز كممثل يمتلك أدواته الفنية بإتقان هو قاسم ملحه الذي يؤكد أن نسبة الممثلين المجتهدين قليلة في دراما السورية والسبب هو سعي أغلبهم وراء عدة مسلسلات في وقت واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر